بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انتوا عارفين طبعا ان الصين عملة تطبيق تيك توك خاص بالصين وخاص باطفال الصين وخاص بالشعب الصيني وما بيسمحوش لا للاطفال ولا للشعب الصيني انه هو يدخل على تيك توك اللي هو متاح ديك انت بر الصين يا ابو الافطال فاللي حصل ايه اللي حصل ان الغرب اتهمهم بانهما بيدمروا شباب العالم ولكن في نفس الوقت بيحموا الشباب الصيني والاطفال في الصين ودي لما تيجي تنظرها في الحقيقة انا ما باهتمش باتهمات الغرب ودائما الغرب عندي كذاب لكن في الحقيقة في النقطات دي معهم حق فعلا الصين بتعمل كده طبعا الماكرين كمان من الغرب شغالين فعملوا احصائية ايه هي الاحصائية عملوا احصائية في امريكا سألوا مش عارف كم طفل تحت 16 سنة او تحت 14 سنة قالولوا انت بتحلم يعني تشتغل ايه اما تكبر ودولوا خيارين او الدولوا بضعة خيارات ففي امريكا دايما النسبة الاعلى اختارت ان هو يكون شخص مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي يعني عايز اشتغل اراجوز لان عندهم المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي هو اللي بيقول نكتة واللي بيرقص رأسه واللي بيعمل فيديو في حاجات زي كده ده هو يعني ده هو المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي الغربية طيب في الصين يا ابو الشباب بقى ايه اللي حصل اللي حصل في الصين ان الغالبية العظمى من الاطفال اغلبهم بيقول انه هو عايز يطلع رائد فضاء فلك تتخيل الفرق بين الهوية الثقافية للطفل في الغرب والهوية الثقافية للطفل في الصين طبعا مكر الصيني شديد جدا على فكرة الصين هي اول بلد تقريبا في العالم هي عملت الحرب بتدمير المجتمع او الحرب المجتمعية لكن ما استفدتش منه وشيربتها بعد كده ما استفدتش بسبب غرور الامبراطور واختلف مع الجنرال اللي هو ابتدع مسألة الحرب بتدمير المجتمع دي والتاني لاحق اعتزل وكذا لكن على طول الغرب التقطوا الفكرة وبقهم اسجز فيها ودمروا كل اعداءهم بهذه الطريقة لا عايز فيديو الوحدي انا بس حبيت اطلعكم ايه اللي بيحصل بين الصين والغرب في حرب المجتمع والسلام عليكم اشتركوا في القناة